لحتى نعمل في طيرة البوتشة التركية على طريقتها الاصلية بطعم ولا اشهى رح نحتاج كوب واحد من الحليب الدافئ ومعها كوب واحد من الماء الدافئ نصف كوب من الزيت النباتي ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر نحرك المكونات شوي بعدين نغطيهم لحتى تتفعل الخميرة منيح بعد ما تتفعل الخميرة رح ننزل فوقها 6 الى 7 اكواب من لطحين ومعلقة صغيرة من الملح رح نعجنها اول ما تشد معانا شوي رح نزيد فوقها معلقة كبيرة من الزبدة رح نستمر بالعجن بعدين رح نريحها ونغطيها لمدة 45 دقيقة بعد ما ترتاح معانا العجينة رح نطلعها ونقطعها دوائر صغيرة متساوية بعد ما نقطعها رح نبلش شغل بهاي الطريقة بنفردها بعدين رح نحشيها اي حشو احنا منحب جبن بيضة جبن صفرة زيتون او شوكولاتة واي اشي انتو بتحبو رح نسكرها بهاي الطريقة بعدين رح نحطها على جنب ونخليها ترتاح كمان 15 دقيقة بعدين رح ندهنها بالحليب وصفار البيض ونزينها بالسمسم وحبت البركة نفوتها على الفرن على درجة حرارة 230 دقيقة الحرارة من فوق ومن تحيت ومنقدمها والف ألف صحا وهنا اشتركوا في القناة